يا ربي بالأحمال جئت وأنا اخترح لي وانثنيت في ذلة أرجو الرضا فعفو الذنوب وما جنيت من ذا يجيب دعايا إلا كأنت رجائيا فإذا اطرحت فحسرتي وكربتي وشاقايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وجزيل نعمه وعظيم امتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته وسار على منواله أما بعد مشاهدي الأعزاء فها نحن في المجلس الثامن من مجالس الأداب الشرعية وكنا قد تناولنا في الحلقات السابقة رأس الأدب كله وهو الأدب مع الله سبحانه وتعالى ثم ثنينا ببيان الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم إن شاء الله نتحدث عن الأدب مع كلام الله الأدب مع كتاب الله عز وجل الذي فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا نتحدث عن الذكر الحكيم وحبل الله المتين والصراط المستقيم من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يخلق على كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء ولا تنقض عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا به هدى إلى صراط مستقيم كتاب الله عز وجل الأدب معه لا بد أن يحظى بغاية العناية فإن الله عز وجل ما رفع عبادة كما رفع عبادة قراءة كتابه وحفظ حروفه وإن الله عز وجل قد أثنى على من قبلنا ممن أسلم من أهل الكتاب من أجل أنهم كانوا يتلون آيات الله فقال عز وجل ليسوا سواء أي لا يستوي أهل الكتاب الذين آمنوا وقرأوا كتاب الله ومع من أسلموا ولم يقرأوا أو لم يسلموا فقال عز وجل ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة أي جماعة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون أي في أوقات الليل جميعها وهم يسجدون وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن وحفظ القرآن ترغيبا عظيما حتى وردت فيه أحاديث يصعب استقصاؤها ويعسر علينا إحصاؤها من جملة هذه الأحاديث حتى تشحذ النفس وتشحذ الهمم لحفظ كتاب الله ولتلاوته وقراءته من جملة تلك النصوص قلت ما رواه لنا البخاري عن عثمان بن عفان هذا الحاديث يبين لنا الميزان الحقيقي للعباد عند الله فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه هذا خير الناس لم يقل خيركم أغناكم مالا لم يقل خيركم أعظمكم جاها لم يقل خيركم أقواكم بدن وإنما خيركم من تعلم القرآن وعلمه بمعنى أن الله وفقه إلى حفظ كلام الله وإلى إتقان حروفه ثم شرع بعد ذلك يعلم غيره لأن التعليم هو زكاة العلم يجب على المسلم بمجرد أن يتعلم شيئا أن يخرج زكاة هذا العلم بالتعليم وجاء أيضا في صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن أمر اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ومعنى يأتي القرآن شفيعا لأصحابه حتى لا يفهمه أحد فهما خاطئا كما فهمه بعض أهل البدع قديما فصاروا تمسكوا بهذا النص فقالوا إن القرآن ليس من صفات الله ليس من كلام الله لأنه ينفصل انظروا يجيء القرآن لكن العلماء رحمة الله عليهم بيّنوا المعنى الصحيح لهذا الحديث كما فعل الإمام أبو سعيد الدارمي في رضي على بشر المرسي فقال المقصود بالحديث هو أجر التلاوة أجر التلاوة يجسد يوم القيامة ويأتي شفيعا لصاحبه وتجسيد الأشياء المعنوية سهل جدا على الله سبحانه وهو الذي يجسد يوم القيامة الموتى على صورة كبش ويذبح وأيضا يجسد لنا الحسنات حتى نراها وتوزن فما المانع من أن يجسد أجر تلاوة القرآن ويأتي شفيعا لأصحابه هذا معنى الحديث ومن النصوص أيضا التي ترغبك أخي المسلم حتى لا تغفل عن تلاوة كلام الله عز وجل لأنه مزيل الهموم هو الذي يرزقك الله تعالى به طرد الهم من النصوص في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهو يبين لنا أن قارئ القرآن سيخرج من قراءته بإحدى الحسنيين إما أن يكتب مع الملائكة أو يكتب له الأجر مرتين تقول عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به أن يقرأ فيتقنه ويجود حروفه ويعطي كل حرف حقه ومستحقه حتى إذا سمعته طربت له فهذا قال هو ماهر به فهو مع الكرام البرارة هذا رفوق مع الملائكة والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق يصعب ككثير من حال ناس ساكن ما شاء الله يحبوا يقرأ القرآن لكن يصعب عليهم إياك أن تترك الأمر هذا الخير من أجل أنه صعب عليك إن الأجر على قدر المشقة قال عليه الصلاة والسلام يكتب له أجره مرتين يكتب له أجر مرتين اثنتين أجر على جل تلاوة وأجر على جل بذل الجهد والمشقة طبعا الأول أفضل هذا مع الكرام البرارة لأنه دايما لما تشوف للأصل لا يغرنك العدد أوتي أجره مرتين لا شوف الذي أصاب المرتب العليا نظيره ذانك الصحابيان اللذان صليا بتيمم فلما وجد الماء أما أحدهما فلم يعد لأنه أدى الذي عليه وحيثما قد جئ بالمطلوب يخرج به عن وهدة الوجوب وأما الثاني فأعاد فقال عليه الصلاة والسلام لما أبلغاه ذلك قال أما أنت الذي لم يعد فقد أصبت السنة وأما أنت فلك الأجر مرتين من أفضلهما الذي لم يعد فأقد أصاب السنة ما أمرنا الله بالإعادة فقال الذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق فهذا له أجره مرتين يكتب له الأجر مرتين ومن الأحاديث في ذلك أيضا العظيمة ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري نرى فيه تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام لقارئ القرآن المؤمن بأعظم نبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة والأترجة فاكهة تشبه الليمون لكني أكبر منها وهي من عائلة الحمضيات فقال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب الريح من الخارج والطعم من الداخل إشارة إلى أن أهل القرآن سينتفع به من الناس ينتفعون بظاهره بمظهره وبمخبره فمظهره طيب لإيمانه ومخبره طيب مظهره طيب لقرآنه الذي يتلوه ومخبره طيب لإيمانه إذن المظهر والمخبر فيه خير وباركة على هذه الأمة قارئ القرآن المؤمن ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن لم ينفي عنه الخير فقال لكن دون الأول فقال كمثل التمر لا ريح لها وطعمها حلو بمعنى حلو طعمها طيب من أجل إيمانه الذي بمخبره بباطنه ولكن لأنه لم يقرأ القرآن لا ينتفع الناس به لا يظهر أثر الإيمان عليه كما يظهر على حامل القرآن وقارئه ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر إذن شو المنافق لما كان يكتم الكفر كان طعمه مر مثل الداخل مثل اللب تعالى الريحانة ولما كان يقرأ القرآن فريحه طيب ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ريحها مر خبيث وطعمها خبيث هذا تشبه عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم لقارئ القرآن المؤمن أن الناس ينتفعون بمظهره ومخباره من الأحاديث أيضا التي تبين لنا فضلة إلوة كتاب الله والحرص على التقرب إلى الله بقراءة كلامه أنه لا شيء يستحق أن يغبط ويحسد عليه في هذه الدنيا طبعا الحسد المحمود إلا القرآن الكريم والإنفاق في وجوه البر التي سنها لنا المولى الرحيم سبحانه وتعالى والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين الحسد هنا أي الحسد المحمود اللي هو الغبطة لأن الحسد المذموم أن تتمنى ما للشخص من نعمة وأن تتمنى زوالها منه وأما الغبطة لا أن تتمنى ما في يده دون أن تزول عنه هذه الغبطة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ليس ثمة شيء يستحق أن ينافس عليه إلا مثل هذين الأمرين الأول رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وآناء النهار نهار كامل مع القرآن الكريم ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار الأناء جمع إينا أي الوقت مثل الأمعاء جمع ميعا فهذا هو الأمر الذي يستحق أن يتنافس عليه وأن يغبط حامل القرآن الكريم والذي وفقه الله للإنفاق في وجوه البر التي سنها المولى سبحانه وتعالى لنا ونكمل إن شاء الله ذكرى الأحاديث المرغبة في حفظ كلام الله بعد فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدي الأعزاء فنكمل ذكرى ما جاء من أحاديث في بيان فضل تلاوة كلام الله عز وجل فمن الأجور في ذلك أن قارئ القرآن وأن حافظه هو من أسباب الرفع الرفع في الدنيا والآخرة ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال طبعا الحديث له سبب لماذا قاله لأنه لما حج من المدينة إلى مكة راح للمكة ليحج لما كان بمنا فإذا به يرى أميرا المكة الذي كلفه بأن يكون أميرا على مكة فقال من وليت على أهل الوادي من جعلت أميرا على مكة فقال ابن أبزى قال ومن هذا ابن أبزى فقال مولا قال أوليت عليهم مولا قال إنه حافظ قارئ للقرآن أي حافظ للقرآن وعالم بالفرائد فعندئذ قال عمر بن الخطاب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع بهم آخرين ويضع به آخرين أي من قرأ القرآن وحفظه وعمل بحدوده رفعه الله ومن لم يلتفت إلى القرآن لا بالتلاوة ولا بالحفظ وضعه الله سبحانه وتعالى هذا في الدنيا انظروا كيف مولى عبد اعتق ثم رفعه الله سبحانه وتعالى فصار أميرا مؤقتا على مكة أما في الآخرة وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل فقد روى الإمام الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لتالي القرآن أو لقارئ القرآن يوم القيامة والجميع يسمع الجميع الأمة كلها يوم القيامة وما أعظم عددها حشود يسمعون مثل هذا الثناء العطر على من على حامل القرآن يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا ومنزلتك عند آخر آية تقرأها يعني الدرجات تعالى الجنة ليس كما قال عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة لما كان يرغبهم في الجهات في سبيل الله فبين أن له درجات فسأل بأحدهم وما الدرجة قال ليس بعتبة أمك أي ليس بالدرجة لتعدى الدرجة كما أحنا نقوله وإنما بين الدرجتين كما بين السماوات والأرض ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه العظيم حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح اللي هي الجنة يستدل بهذا الحديث على أن درجات الجنة أكثر من مئة يعني إن في الجنة مئة درجة لا يعني أن في الجنة فقط مئة درجة بل فيها بعدد آيات الله التابتة الواردة في القرآن بل ربما فاقت ذلك آلاف الدرجات في الجنة لماذا لأنه قال له ومنزلتك عند آخر آية تقرأها فهذا فضل عظيم كذلك من الأحاديث التي ترغب في حفظ كلام الله وقراءته من عجز عن الحفظ فلا يعجزن عن إكثار من تلاوته وليجعل نفسه وردا كما سيأتي بيانه في الآداب إن شاء الله ما رواه التلميذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف معدل ما في الصفحة من القرآن الكريم من المصحف معدل ما فيها تسعمائة حرف أو ألف حرف يعني الإنسان إذا قرأ إذا قرأ صفحة واحدة ربما كان له عشرات الآلاف من الحسنات لذلك لا يبخلن المسلم على نفسه وكذلك من النصوص المرغبة في تلاوة كلام الله وفي حفظ كلام الله أنه قد ثبتت نصوص تدل على أن أهل القرآن هم أهل الكرامة في الآخرة أهل الكرامة يكرمهم الله ففي الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة قال ما أعظم هذا الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب يأتي يشفع لي صاحبه فيقول يا رب حله يعني لبسه زينه فيلبس تاج الكرامة يوضع على رأسه تاج الكرام هذا حافظ القرآن فيقول القرآن يا رب زده فيلبس حلة أهل الإيمان حلة أهل الجنة وما أعظمها فيقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه الله سبحانه وتعالى ثم يقال له اقرأ وارتقي ومنزلتك عند آخره آية تقرأها ومن فضائل قراءة القرآن أنه من أسباب السكينة السكينة هي الطمأنينة الحلاوة حلاوة الإيمان التي يجدها المسلم الهدوء طرد الهم وعجبا لأمة بين يديها كتاب الله الذي يطرد الهم ثم يلتمسون طرد الهم في غيره كالعيس في البيداء يهلكها الضمى والماء فوق ظهورها محمول الناقة يهلكها العطش في الصحراء والماء على ظهرها كذلك نحن أهلكنا العطش أهلكنا الهم والماء فوق ظهورنا محمول وهو كتاب الله سبحانه وتعالى شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب سبت في عميق سبات بأيمانهم ذكران نور وسنة فما بالهم في حالك الظلمات قلت من من أسباب السكينة قراءة القرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب وروى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف فكانت فرسه مربوطة إلى شاطانين كان ربطها بحبلين يعني ربط متين فلما كان يقرأ إذا بسحابة تدنو من الفرس وصار الفرس ينفر والسحابة تدنو والفرس ينفر فلما حدث النبي فلما حدث البراء أو هذا الرجل حدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال تلك السكينة نزلت للقرآن جسدها المولى ونزلت للقرآن الكريم هذه كل فضائل هذه لا بد على المسلم إذا سمعها أن يحرص على أن يتلو كتاب الله عز وجل وهذا الأجر يحتاج منا شرطين اثنين الشرط الأول وهو الأدب الأول مع كلام الله الأدب الأول وهو رأس الأدب الإخلاص في حفظه وتلاوته الإخلاص الذي هو السر الذي بينك وبين الله وكنا قد تحدثنا طويلا عن الإخلاص في الدروس الأولى من هذه السلسلة فإن بغي للمسلم أن لا يلتمس بقراءة القرآن وبحفظ القرآن غير وجه الله سبحانه وتعالى وقد رأينا أن من أولئكم الذين أول من تسعر به من نار يوم القيامة قارئ القرآن يؤتى بقارئ القرآن فيقذف في النار لماذا؟ لأنه قرأ القرآن ليقال عنه قارئ وقد قيل فجدير بالمسلم جدير بالمسلم أن يهتم بالإخلاص أكثر من اهتمامه بكيفية حفظ القرآن لأن كثير من الناس يسألون كيف أحفظ القرآن كيف أجود القرآن وكان الأول أن تسأل كيف أحافظ على أجري في حفظ كلام الله كيف أحافظ على الأجر من قراءة الكتاب الله وحفظه هذا هو أهم شيء لأن يوم القيامة قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويؤتى بأقوام من أمتي كما قال عليه الصلاة والسلام يأتون بجبال كأمثال تهامة فيجعلوا الله هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فحري بالمسلم أن يهتم بهذا الأمر الطالب لا بد أن قبل أن يشرع في حفظ القرآن أن تعقد له جلسة احذر الحذر الحذر من أمرين اثنين الحذر الحذر من أمرين اثنين الأمر الأول لا تلتمس بعمل الآخرة الدنيا لا تجعل الآخرة مطية للدنيا لا تلتمس ولا تسأل بهذا القرآن شيئا لا تكون أمثال هؤلاء الذين لا يقرؤون بالناس ولا يصلون بالناس إلا مقابل أجر إن كان الأجر صلينا وإلا فلا هذا خطير جدا نلتمس بعمل الآخرة الدنيا ويدل على قبح هذا الفعل ما رواه الإمام الترميذي بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه عن عمران بن حسين قال مر عمران مر برجل يقرأ القرآن فلما أتم قراءته سأل أي سأل الناس أجرا يعني خلصوه فاسترجع عمران بن حسين إنا لله وإنا إله رجعون سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن واسألوا الله به يعني كي تكمل القرآن أرفع يديك أسأل يا رب وتبدأ تدعو بما شئت إقرأوا القرآن ثم واسألوا الله به فإنه سيأتي قو أقوام يقرأون القرآن ويسألون به الناس يسألون به الناس متاع قليل فإياك أن تجعل همك متاعا قليلا وعطاءا هزيلة من الناس ابتغي وجه الله سبحانه وتعالى هذا الأمر الأول احذر فإن المرض قد ذاع وشاع وانتشر وليس له من صاد يعني حتى عند الناس ربما يصير يحفظ القرآن من أجل أن يصل إلى حطام الدنيا الأمر الثاني احذر التصدر حب التصدر بين الأصحاب وأن تقدم إلى المحراب احذر لا تكن نيتك هذه اقرأه يعني وهذه يقول كيف ماذا نقول الإخلاص اقرأه طمعا في ذلك الخطام اقرأ ورتقي وقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا هذا هو الهم الأول الذي تجعله تجعله في ذهنك اقرأ لجل هذا الشيء فإن قدم فذاك وإلا فلا تبحث عنه احذر التصدر بين الأصحاب وأن تقدم إلى المحراب فقد روى الإمام بن ماجعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليجاري به العلماء ويماري بابه السفهاء ويشار به من الناس أو ليصرف وجوه الناس إليه فمأواه النار وفي رواية فمأواه جهنم فالإنسان يحذر لا يكون همك ونصيح إلى إخواننا الذين جعلهم الله قائمين على المساجد أن لا يقدموا الشباب الصغار أن لا يقدمهم إلى المحراب لأننا بالتجربة وبأمثلة لا تحصى كثرة رأيناهم متى قدموا إلى المحراب تقهقروا وارتدوا على أدبارهم وعادوا على آثارهم يعني خلاص وصلوا لا أتركه لا تصدره للناس فإن هذه المرحلة يتسلط الرياء بسهولة على هؤلاء فيتركون كثير من الخير الذي كانوا عليه لأنهم خلاص وصلوا فأي شيء أساعي إليه بعد ذلك لا أتركه ولا تقدمه حتى يكبر ويشتد ساعده ويعلم ويفهم شو معنى الإخلاص ويفهم شو معنى تقوى الله عز وجل نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزرنا علم ونكمل إن شاء الله ما جاء في هذا الباب الأدب مع كلام الله في الحلقات اللاحقة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم مبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله يا ربي بالأحمال جئت وأنا اخترح لي وانثنيت في ذلة أرجو الرضا فعفو الذنوب وما جنيت ومن ذا يجيب دعا وانثنيت في ذلة